تواصل الدولة المصرية جهودها لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة ومرور المصابين والعالقين في أول أيام عيد الفطر المبارك وفي هذا الإطار تعمل السلطات المصرية في منفذ رفح بأقصى طاقة لها في أول أيام عيد الفطر المبارك حيث أعلن مصدر المصري رفيع المستوى دخول 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البري وأضف مراسل أنه تم إدخال أربع شاحنات غاز إلى قطاع غزة وذلك عبر منفذ رفح حتى الآن مشيرا إلى استقبال 19 مصابا فلسطينيا وفي معبر كرم أبو سالم أفاد مراسل قاهرة الإخبارية بدخول 280 شاحنة مساعدات إلى سكان قطاع غزة مع أول أيام عيد الفطر المبارك مصر تواصل جهودها لإصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأيضا استلام الجرحة والمصابين عبر معبر رفح البري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم وأيضا استضافاتهم داخل المستشفى المصرية لتقديم الخدمة العلاجية نتحدث الآن من أمام معبر كرم أبو سالم الذي بدأ بالفعل في استقبال المساعدات الإنسانية التي تتدفق عبر مصر مستمرة في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم لتغضع لعملية التطقيق وحينما يتم الموافقة عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي يتم الإنفاذ على الفور لتسلم إلى الأراضي أو قطاع غزة الأهال أو الفلسطينيين في غزة نتحدث الآن كما نشاهد بأن الشاحنات تواصل طريقها نحو معبر كرم أبو سالم لتخضع لعملية التطقيق ومن ثم بعد ذلك يتم إنفاذ إيصالها إلى قطاع غزة التسهيلات كبيرة من الجانب المصري في تسخير كافة الجهود لإيصال هذه المساعدات على وجه السرعة في ظل الاحتياج الكبير من الفلسطينيين الذين يعانون من جراء حرب استمرت لأكثر من ستة أشهر من الآن بالتأكيد في ظل هذه الأزمة الاحتياج الكبير لهذه السلع سواء غزائية أو مستلزمات طبية في ظل طبعا ارتفاع أعداد الجرحة والمصابين عن 75 ألف مصاب وجريح بالتالي بأن هذه المساعدات الإنسانية بالتأكيد لها أهمية كبيرة في ظل هذا الاحتياج الكبير نتحدث عن بأن خلال الأيام السابقة ارتفعت وطيرة أعداد الشاحنات التي تمكنت مصر بإيصالها إلى قطاع غزة عبر المنافذ المختلفة بمعدل متوسط على مدار اليوم يزيد عن 400 شاحنة وبالتالي فإن هذه الجهود بالتأكيد التي تسعى إليها مصر لإيصال هذه المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تأتي تكليل للجهد الكبيرة التي تبزله مصر على مستوى الأصعيدة سواء بالتحركات الدبلوماسية أو غير ذلك لإيصال هذه المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو أيضا استلام الجرحة المصابين هذا الاتجاه التي تأتي منه هذه الشاحنات من جانب معبر رفح البري هو اتجاه ينقسم إلى طريقين طريق أو جهة منه تؤدي إلى منفذ كرم أبو سالم وتقضع هذه الشاحنات إلى عملية التدقيق ومن ثم بعد ذلك المتابعة وهذا هو الطريق الآخر الذي يؤدي إلى منطقة العوجة وتقضع الشاحنات هناك من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتدقيق وحينما يتم الموافقة على هذه الشاحنات تعود مرة أخرى إلى معبر رفح ليسمح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية بالتأكيد في الظل أو في انتظار كبير من الجانب الفلسطيني أو من الأشقاء في فلسطين لهذه الشاحنات المساعدات التي تخفف ولو جزئيا عن المعاناة الكبيرة التي يعانوها على مدار أكثر من ستة أشهر وهناك أيضا في انتظار للشاحنات على الجانب الآخر التي خضعت لعملية التدقيق في منطقة العوجة لتعود مرة أخرى إلى معبر رفح لتواصل طريقها وتدخل إلى الأراضي الفلسطينية ربما أيضا العمل مستمر في استقبال الجرحة والمصابين الذين يتوفدون يوميا على معبر رفح لتقدم لهم كافة الخدمات العلاجية ويتم تحويلهم إلى المستشفيات المصرية وهذه هي الشاحنات التي كنت أشير إليها منذ قليل وهي هي الشاحنات التي تأتي من منطقة العوجة من نفس الطريقة الذي يعني الرابط مع معبر كرم أبو سالم وأيضا معبر رفح لتعود مرة أخرى إلى معبر رفح لتدخل إلى منطقة أو إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح بالتأكيد هذا الإجراء يعتبر من العراقيلة التي وضعتها إسرائيل وتحد نسبيا من أعداد الشاحنات التي تدخل عبر معبر رفح إلى منطقة أو إلى الأراضي الفلسطينية بنظرا لأن هذا الطريق يمتد لما يزيد عن 40 كيلو متر حتى تصل هذه الشاحنات إلى منطقة العوجة لتخضع لعملية التطقيق ومن بعد ذلك تعود مرة أخرى لنفس المسافة إلى معبر رفح لتصل بعد ذلك ويسمح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية الجهود المصرية مستمرة ولم تتوقف كما تم الإعلام من قبل الرئيس المصرية في إيصال المساعدات الإنسانية وأيضا استقبال الجرحة والمصابين من قطاع غزة لتسخير كافة الجهود أيضا كما ذكرت حتى يتم وقف هذا الصراع داخل الأراضي الفلسطينية من أمام معبر كرم أبو سالم أيمن عماد هنا القاهرة عاصمة الخبر